أهلا وسهلا بكم متابعين أينما كنتم معكم مهدي من قناتكم قناة كول اليوم سوف نتحدث عن إحدى الأمراض التي تصيب الأشجار وهي التصمغ أو الصمغ وأكثر ما يصيب هذا المرض الأشجار اللوزيات أشجار الحمضيات والتفاحيات وأكثرها هو اللوزيات والآن سوف نتعرف على مرض التصمغ الذي يصيب الأشجار ها هو مرض التصمغ وكما تشاهدون يكثر في المناطق السفلية من الشجرة معظمها يقع في المناطق السفلية ها هو التصمغ وللتوضيح أكثر سوف أعرض لكم بعض القطع من هذا الصمغ وللعلم أصدقائي الكرام هذا التصمغ هو عبارة عن مرض فطري وسببه هو زيادة الري وزيادة الرطوبة على الشجرة انظروا لدينا هنا ها هي أو ها هو المرض الفطري التصمغ ويكون على شكل أصماغ أو أبواق صمغية والآن أصدقائي الكرام تعرفنا على الأسباب وهي أكثرها وهي الرطوبة الزائدة أو الماء أو الري الزائد على الأشجار والآن سوف نتعرف على العلاج لهذه الشجرة وماذا يتوجب علينا فعله عندما نلاحظ مثل هذا المرض وبالمناسبة هذا المرض أصدقائي الكرام يؤثر على الثمار يؤثر على الشجرة على الإزهار على نمو النبتة كلها بشكل عام وأكثرها وأو منها ما يسبب تعفن الأغصان ويسبب بموت الأشجار والآن أول شيء أريده هو أقوم بقشط جميع التصمغات أو الأبواق الصمغية التي توجد على الشجرة ويجب في البداية أن أحضر سكين حاد وأقوم بتعقيمها بأي معقم موجود لديكم أقوم بقشط هذه التصمغات الأبواق الصمغية أقوم بقشطها والتخلص منها بهذه الطريقة أحاول التخلص منها جميعها دون القشط أو دون قحط الجذع الأساسي أو اللحاء فقط أقوم بإزالتها والآن بعد أن انتهينا من تنظيف الشجرة من الأبواق الصمغية والصمغيات الملتصقة في الصاق نقوم الآن سوف نقوم بعلاج هذه الشجرة ومنع أي تصمغات من الممكن أن تحدث في الأيام القادمة والآن نأتي إلى العلاج لدينا هنا مادة الجنزارة وهي من المركبات النحاسية وسوف نستخدمها في علاج هذه الشجرة وطبعا نجد هذه الجنزارة في الصيدليات الزراعية وأيضا في محلات العطارة لدينا هنا الجنزارة وأيضا لدي هنا الجير ويقال له في فلسطين الشيد وهو الجير ها هي المواد التي سوف نصنع منها العلاج لهذه الشجرة نقوم بإضافة تقريبا بمتوسط لدي هنا تقريبا 200 ملي من الماء حسب عدد الأشجار المتواجدة لديك لكل 100 ملي من الماء أضيف 3 ملاعق من الجنزارة أربع ملاعق سوف أضع وأقوم بتذويبها جيدا والآن بعد أن أذبنا مادة الجنزارة في الماء جيدا سوف نضيف ملعقتين من الجير أو الشيد وطبعا تجدونه في محلات البناء ونذيبهم جيدا وللعلم مادة الجير تعمل على تثبيت الجنزارة حتى لا تتأثر من المياه أو الري أو مياه الأمطار وتبقى ثابتة على الأشجار والآن أصبح لدينا العلاج جاهز ها هو نقوم الآن بطلي أو دهان الشجرة نقوم بالتركيز على المناطق التي يكثر أو كان يكثر عليها التصمغ أو الأبواق الصمغية والآن أصدقائي الكرام بعد أن انتهينا من طلاء الشجرة بالجنزارة والشيد سوف نقوم الآن بتقليب سطح التربة بهدف تهويتها وأيضا عمل شكل كعكة لهذه الشجرة حتى لا تصاب مرة أخرى في حالات التصمغ تابعونا 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 والآن قمنا بعمل هذا الشكل على الشجرة وقمنا بتقليب التربة جيدا وهذا الشكل يطلق عليه هنا في فلسطين الكعكة وهذه الطريقة تمنع جميع التعفنات على الجذور وأيضا تساعد على منع أي فطريات تصيب الشجرة وأكثرها هو التصمغ وفي النهاية أود أن أنصحكم بتقليل وتباعد عمليات الري وفقط تكون عند جفاف سطح التربة بشكل كامل وهيك انتهى الفيديو تابعنا لليوم بتمنى أصدقائي كنا لعلى إعجابكم ما تنسوا تدعمونا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته